السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم أعزائي وطلبات ثلاثة سنوي معكم ميسو محمد شعبان وانتعلى قناة فرنساوي الثانوي مع ميسو محمد شعبان الحمد للأشباب ماشيين في البناء كويس جدا والنهاردة معدنا مع حل التلات امتحانات إلا على الدرس التالت والوحدة التالتة قبل ما نبدأ أطول في حل الامتحانات هنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله عليه وآصحابي أجمعين وأول امتحان معنا يا شباب الوثيقة الأولانية بتقول مرحبا يا صديقتي جولي أنا عدت من مصر لكن يعني يا لها من رحلة سيئة يعني ما متشدش كما كان متوقع هحكي لك جسد أفان لو ديبار بورلا كروازير سير لونيل بالضبط بعد الخروج للرحلة النيلية على النيل جي منجي دي فروي مال لافي أنا أكلت فواكه مش مخصولة كويس جي او مال الاسطماء يعني أنا قالي ألم في المعدة جونسوي باسوغتي دي ماكوبين بندو دو جور وأنا ما خرقتش من الكابينة بتاعتي أو من حقرتي اللي مدت يومين أبري وبعد كده جي سوي رستي وسولي صون شابو وبعد كده أنا عدت في الشمس بدون كوبة جي او ان كوب دي سولي ويقالي ضربة شمس ونا أبلي لامبلونس ويتصنب الإسعاف جي سوي اللي الوبيتال ويروحت المستشفى أبلي علاو على ذلك لودرنير جور اليوم الأخير كالكان آفولي منسك يعني أحد ما سرق حقي بطي أفكتو من أرجو بكل فلوسي ألور ولذلك جونير يال في وني جبت لم أرى شيء في مصر لاني بورشين السنة القادمة جي رتورن أنا هعود هنا تاني سيت فوا وهذه المرة أفكتو ومعاك سيت فو لو أنت عايزة جروس بيز يعني قبولات كبيرة مين اللي كاتب الكلام ده باتريسيا تعال نشوف الأسئلة أول سؤال بولين باتريسيا أقمال أوفونتر في المعدة بندوسا فيزيت أثناء زيارتها أوني جبت في مصر باتريسيا إطل زهبت فين يا شباب ألو بيتال باتريسيا فيوفر فينير بور فيزيت لجيبت أفك تريد أن تعود إلى مصر لزيارة مصر مع مين مع جولي باتريسيا أفق أن نعد بواياج ونجيبت عملت رحلة سيئة في مصر لودرنير جور اليوم الأخير باتريسيا عبر دي فقدت سونسك حقيباتي باتريسيا عنكو دي سولي يعني جالها ضربة شمس كار لأنه هي قعدت في الشمس بدون كبعة الوسيقى الثانية يا شباب بعنوانها بيقول سيلين إكري لأنه دي سون ويكون آنيس يعني سيلين بتكتب المفكرات بتاعتها لليوم العطلة في نيس سوم دي يعني يوم السبت وديمونش يعني يوم الحد يوم السبت الساعة تمانية وتسعة ونص وحداشر ونص واثناشر واربعتاشر وحشرين كتب أقصاد كل ساعة الحاجة اللي هتعملها الساعة تمانية عرفي علي روبارت دي نيس يعني الوصول إلى مطار نيس سولي بارتو يعني الشمس في كل مكان الساعة تسعة ونص بروندر دي وكافي سولاك تيراس يعني تناول القهوة في الشرفة حداشر ونص بلاج يعني هتروح الشاطئ بان دي سولي يعني حمام شمس بان دو مير وحمام في البحر الساعة تناشر جلس على فانيل يعني ايس كريم بالفانيليا دقام 14 دي سيود جيني يعني غداء لزيز دونزان بوتيري ستون سور لامير في مطعم صغير على البحر الساعة عشرين يعني الساعة تمانية مساء سواري سامبا صهر رطيفة افيك دي زمي مع صديقات يوم الحد الساعة تسعة ونص تور آنيس جولة في مدينة نيس بالدراجة وسور هتاخد سور الساعة مستاشر بواسوء شيبس هتاكل سماك وشيبسي ساعة ستاشر عشاء دي سوفينير يعني شراء مشتريات او شراء زكريات او اشياء تذكارية رقم تسعتاشر رتور ألوتيل عودة الى الفندق رقم الساعة عشرين دي بار أباريس يعني الرحيل الى باريس كونتونت يعني سعيدة اول سؤال بيقول سيلين ايه طالق نيس يعني ذهبت الى نيس بالسيارة ولا بالكطار ولا بالمركب ولا بالطيارة طبعا قالت فوق وصلت للمطار يبقى بالطيارة نيس لطنب ايه في نيس التاكسي يكون التاكسي يكون مشمس اونزير ترونت يعني الساعة احد عشر ونص سيلين أبري سيلين خدت ايه حمام شمس ديمونش سيلين افي الحد سيلين عملت ايه سيكليزم ركوب دراجات يعني في نهاية يوم العطلة سيلين ايه تي كونتو يعني اريز كونتونت يعني مبسوطة و اريز يعني مبسوطة سيلين فالي مجازا سيلين عملت تسوق امتا افونسون ريتور الوتيل يعني قبل عودتها الى الوتيل سؤال المواقفة شبابة سوراكم 13 فودموندي افوترامي سوكيل افي سوي يعني انت تسأل صديقك ماذا هو يفعل في يوم العطلة كسكيل دي ماذا هو يكون هيقول ايه خلي بلك انا قالك الافي يعني هو فعل يعني جملة في الماضي تمام انا زهبت الى البحر انت بتسأل صديقك لماذا هو زهب الى الريف كسكيل دي ماذا هو يقول برضو جملة في الماضي طيب زهب الى الريف ليه هل عشان يلعب ايه بور فيرد في تي يلعب ركوب درجات في الاماكن الوعية ركب 15 صديقك بيسألك ماذا انت فعلت بندو اثناء لا سوري دي يير صهرة الامس كسكيل دي ماذا هو يقول هو اللي هيسألك هيقول لك كسك تو في كسك تو افي دون لا سوري تمام يعني ماذا انت فعلت في الصهرة طيب هنا بيقول في الصهرة بس لكن ممكن يقول لك ايه وقال في صهرة دي يير صهرة الامس طيب هنا ايه كمو اكت يعني كيف كانت صهرة الامس طيب انت استمتعت في صهرة الامس لا هي هتبقى رقم دي زي ما احنا علمنا ماذا انت فعلت في الصهرة طبعا في الصهرة وفعلت يبقى اكيد صهرة امبار طيب رقم 16 يا شباب يعني يعني انت سوف تتناول الغدا ماذا والدتك هتقول لك هتقول لك هنا معناها خز ضع الترابيزة يعني جهز الترابيزة يعني وخز مكانك يعني نعود في مكانك طيب الباقي الجمل معناها ايه ابيت يد غد مع اخويا او مع صديقي وهنا اذهب الى السوق واشتري المكونات وهنا ماما انا سوف ادراد ده في مطعم المدرسة طبعا ما ينفع وش التلاتة يبقى هي دي الاجابة الصحيحة رقم رقم 17 وفو انت تسأل عن الكيش كسك فديت ماذا انت تقول لا كيش سي كو فو من دي افتر كبا كون تيل اي طلي على كمباني انت تسأل صديقك متى هو ذهب الى الريف كسك دي ماذا هو يقول هيقول انا رحت الريف يوم كذا او في ساعة كذا يبقى لوي كون درنيير جولي بس الا كمباني انا اضيته في الريف اللي هو ايه يوم العطن الماضي رقم 19 يا شباب بيقول يعني اخوك الصغير ماذا انت اكلت في الحفلة ماذا انت تقول يعني 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 رقم 20 يعني يعني صديقك بيسألك ماذا انت فعلت لكي تحتفل بعيد ميلادك ماذا انت تقول هتقول يعني انا دعوت اصدقائي القواعد يا شباب سؤال القواعد بيقول يعني انت تريد ان تأتي الى السينما افك موا صمدي صمدي ايه برشا طيب كلمة صمدي مفرد ولا مفرد مذكر ولم الناس مذكر تمام يبقى مفرد مذكر انا عايز اخد ايه صفة مفرد مذكر يبقى برشا ركب ركب ريجارد ريف وطو ايه 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 نقط يعني شوف الصور وايه اوصف نقط اوصف ايه اوصف الصور طيب بربي ديكري رمع الصور هياخد مفعول غير مباشر ولا مباشر هياخد مفعول مباشر يبقى ال او اس ماري ايه صاصير او يعني ماري واختها صن منفرر في نوات فيلو فيلو مفرد مذكر تاخد دي او رقم 25 ال نوات منجي من الافعال اللي بتاخد مساعد اوار يبقى ال ا منجي مكوبين انت انسى كم دي نوات كم دي فول فول جام مؤنس عشان كلمة كوبين هنا جام مؤنس 27 سبع وعشرين سبع اميزي اتبقى انسى بيان اميزي مارتا او مارتين 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 ففير الكورس يعني مارتين سوفا تتصوك او سنترفيل في وسط المدينة باركنا شباب رقم 29 تفو نوات فرماج تفو عندي تري ولا اون ولا انبودو ولا بكو هتبقى انبودو رقم 30 لكم باني سي موان نوات عندنا طبعا سي وهيجي بعدها مكررة في الصفة وعشان وجود سي هتبقى الصفة مفرد مذكر يبقى جرو جوسي منتي اشيفل مصطلح اسمه منتي اشيفل يعني انت شاركت في التجهيز للحفلة هتقول ايه شباب كمو كمو يعني كيف انت شاركت عملت ايه يعني زروف الكمية الدو بتاعتها سبت بعد كده يا شباب سؤال متحان بتاع طلبة المعاهد الازهرية يعني في مكتب سياحة بتقول سباح الخير يا سيدي يعني انا اريد ان اقدم اسبوع من الاجازة الى ابني بورسون انيفرسير بمنها سابة عيد ميلاده قال لها الموظف يعني الموظف كيلاجيلا عنده كم سنة الى 18 سنة الى ميترون جروب هو بيحب يكون في مجموعة وي بينسير ايو بكل تأكيد الى هو الى الفيدل الانتاسيو هو بيمارس سباحة و سكي تزلج على الجليد الور حسنا جكرواكو انا عندي شيء ما له انسيجور انسيجور اقامة المنتاني في الجبل دونزان جروب في مجموعة دوسي بيرسون من ست اشخاص اسكي تزلج على الجليد اسكلاد تسلق جبال كاياك اللي هو ركوب الزوارك المططية ايو بينسير بكل تأكيد اندور سولا تنت وبنم تحت الخيمة دكور سي برفي هذا جيد هذا ممتاز هذا رائع اول سؤال يا شباب بيقول شوزي لبونري بونس لامير اي دون الام دي فين ويا بتتكلم قالت في مكتب سياحة لامير دي الوي افر تقدم له اجازة فين على منتاني في الجبل الوي الوي على منتاني هيروح الى الجبل مع مين افك ان جروب الوي سوف يمارس ايه سوف يمارس سكي الوي سوف دورمير هينام فين دورمير يعني ينام في الخيمة سوف وياج على الوكازيو نوات دي الكس بمناسبة ايه الوكازيو يعني بمناسبة عيد ميلاد الكس الوصول الثانية يا شباب عنوانها بوريترون فورم يعني لكي تكون في الفورمة يعني تكون في كامل اللي وكل بدنية بون ابيتيد عادات جيدة موفيز ابيتيد عادات سهيئة ومديني هنا قايمة وينا قايمة القايمة بتاعت العادات الجيدة بتقول ايه يعني اكل كثير من الخضروات الجاف الخضروات الطازجة يعني تناول فطار جيد شرب ميا وعصير طازج الماشي كتير ممارسة الرياضة في الهواء الطلق اكل كثير من السمك العادات السيئة يعني النوم القليل اكل كثير من اللحم النوم متأخر اكل كثير من السكريات اكل غالبا داخل مطعم الفاست فود اللي الواجبات السريعة اول سؤال شباب في الوثيقة بيقول مرش الماشي واحد من العادات الجيدة طبعا فري بوار دلو سيمو فيسبور لسنتي يعني شرب الميا سيء للصحة طبعا خطأ 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 يعني لا يجب ان ناكل كثير من السكريات خطأ رقم 10 يجب ان نتناول فطار كويس طبعا فري المواقف فيها شباب اول مواقف بيقول يعني صديقك بيسألك بوركوال لماذا انت لا تريد احد لا تريد ان ترى احد تدي انت هتقول هتقول يعني انا اكون في مزاق سيء طنقبات يعني صديقك بيسألك ماذا انت فعلت في يوم العطلة الدي هو اللي هيقول هيقول كمون اسك تو أبس تون ويكون يعني كيف انت قضيت يوم العطلة بتاعك رقم 15 انت تسأل صديقك ماذا هو فعل لتجهيز حفلة ماذا هو يقول أنا جهست الموسيقى وشغلت الموسيقى رقم 16 يا شباب تون بتفرير حوك الصغير تو دمون يسألك اين في لكوك يعيش قديك تو دي انت هتقول طبعا بيعيش في عرشة الفراخ وعرشة الفراخ اسمها بولاي رقم 17 ان في دمون بنت تسأل والدتها دي كواء او ناب زوان الى ماذا نحن نحتاج بور فيران جاتو لجا نعمل جاتو لامير دي الام تقول دي وبيض فارين ايد رقم 18 تبار لدي كاركتير دي تتكلم عن شخصية صديقك ماذا انت تقول هتقول ال ال اي ديموفيزمير هو مزاجه سيء طبعا ال افرمي يعني هو يكون مزارع وهنا هو يعيش في باريس رقم 19 اشباب تودموند او تنمي سوك الفي الاميزول سوار انت بتسأل صديقك ماذا هو يفعل في المنزل مساء هايقول هو بلعب العاب فيديو انت بتسأل صديقك ماذا الفي وشومب سوك الفي وشومب ماذا هو يفعل في الحق لدي الجوري ماس دي فريز يعني انا بجمع فراولا 21 تنفرير تودموند صديقك ماذا المزارع بيعمل تودي انت هتقول هو بيزرع الخضروات رقم 22 تودموند او تنبروفيسير كالانيمال انت بتسأل مدرسك اي حيوان يعيش في الائكري الدي هزا هو يقول الائكري دوت اللي هو بيعيش في الحصان يبقى سيلوشيفال رقم 23 تودموند او تنبر كل صن لليو دي الاكمباني انت تتسأل والدك ما هي اماكن الريف الدي هو هيقول المرعى والبستان وحقل العنب بعد كده شباب سؤال القواعد باول السؤال بيقول يعني ابي وصل متأخر مساء اون ريطارد اون ريطارد مصلح على بعض رقم 25 نوات عفا عمل هزا الحفلة هزي الحفلة هنسأل انا عايزين نقول من عمل هزي الحفلة يبقى نوزيمون نوات ميزيك كلاسيك اهنا بنحب الموسيقى التقليدية كلمة ميزيك مفرد ما نستاخد لا تولو كلمة مفرد مذكر تعامل مع معاملة ضمير ال هيبقى ال بارتسي 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 نوز عفا بس ان سواري سواري مفرد مؤنس عايزيلا صفة مفرد مؤنس يبقى جنيال رائع من فرير افيد سكي افيد وزمن ماضي يبقى اي يبقى في حفلة عايز اقول امي بتعمل ازيادة ان القرية للاطفال يبقى في جنيس سور لسوار انا لا اخرج مساء جنيس جنيس انا لا اخرج ابدا تقع في نوات ايفي انت لعبت تزلج على جليد هذا الشتاء كلمة ايفي مفرد مذكر تبدأ ب متحرك تاخد ست كده الحمد لله شباب نكون خلصنا امتحانين على الدرس التالي من الوحدة التالتة دلوقتي بقى ان شاء الله نحل الامتحان على الوحدة التالتة بالكامل واول حاجة في الامتحان الوثقة الاولانية عبارة عن ايميل مبعوط من الموضوع الاجازات بتقول ايه سالو جيل مرحبا جيل سافا انت كويسة مو انا سافا انا كويسة جدا جادو قلو ماروك انا بعشق المغرب ستان بو بي انها بلد جميلة الناس يكونوا لطفاء جدا والدي وانا نو صمع رفيق كازابلانكا احنا وصلنا مدينة كازابلانكا تمام مدينة في المغرب جودي الخميس الساعة 20 نو صمع لديركت مو الوتيل واحنا ذهبنا مباشرة الى الفندق فندردي الجمعة نو زفو في ان فيست دي لا فيل اون اوتوكار واحنا ذهبنا في عمل زيارة للمدينة في الاوتوبيس المدينة جميلة جدا مي لكن مو انا جو بريفير بكو مراكش انا فضلت قوي مراكش الباتمان المباني او الامارات دي مراكش في مدينة مراكش سوتو روز المدينة كلها تكون بنبة او وردية انا اشتريت ايضا هدية لجدتي اي بورتوى ولكي ستين سربريز انها مفاجئة تعال نشوف اول سؤال لومزيدار ستروف يعني متحف الفنون يكون في مدينة اي شباب في مدينة مراكش المباني في مراكش تكون روز يعني سكان في مدينة المغرب في المغرب يكونون الطفاء هيلين اشتريت هدية لمين يا شباب لي جدتها هيلين قضت الاجازات مع عائلتها هيلين وصلوا مدينة كازابلانكا امتى يا شباب وصلوا يوم الخميس الساعة عشرين يبقى جودي فونتير الوثقة الثانية شباب عنوانها كيل ويكوند يعني ما يا له من يوم عطلة جميل يوم العطلة الأخير لك شارلوت بتقول مو سامدي سوار يوم السبت مساء جسوية اللي الابرة أنا رحت الابرة هفك مزميم مع صديقاتي سي سبير هزراء جي بسدي منشو بورد الاريفيير هفك مفامي أنا قضيت يوم الحد على شاطئ النيل أو على شاطئ النهر مع عائلتي لوكاس بيقول سامدي درنير السبت الماضي جسوية اللي أستاذ أنا رحت الستاذ بورفوار جوي مونيكيب عشان أشوف فريقي وبيلعب فريقي المفضل لسوار مساء جي في فيلم دي شانس فيكسيون أنا شفت فيلم خيال علمي زي وي بتقول مو سامدي متى السبت الصبح جسوية اللي أقليب أنا رحت النادي بورج و تينيس عشان نلعب تينيس بعد الظهر جي فيلي بوتيك أنا تسوقت مع صديق دي منش الأحد جوي بسيا فيك ما فامي أنا قضيته مع عائلتي سيريل بتقول سامدي متى السبت الصبح جسوية اللي لابسين أنا رحت الحمام السباحة بعد الظهر جي رون كونتري مي زمي أو كافي أنا عبلت أصدقائي في المقه دي منش الحد وناجي وإيه وفوتبول إحنا لعبنا كرة قدم وناجي ني إحنا اتعشينا دانزان الستيرو في مطعم أول سؤال بيقول إيه الشباب سامدي درنيير السبت الماضي سيريل راحت فين حمام السباحة شارلوت أبس دي منش شارلوت قدت يوم الحد فين يا شبهب راكام عشرة من اللي قابلت أصدقائها في الكافي سيريل زوية عملتي يوم السبت يا شباب لعبة تنسي بقلاب رياضة راكام 12 خيال علمي بعد كده يا شباب أسئلة المواقف أول سؤال في المواقف بيقول يعني أصدقائك بيسألك أين الأغنام بتعيش بتعيش فين يا شباب في البرجري اللي هي حظيرة الأغنام صديقتك أو صديقك يسألك برقو لماذا أنت لا تريد أن تأكل ماذا أنت تقول هتقول أنا لسه واكل طبعا هنا زائد المصدر ده فعل في زمن الماضي الحديث اللي هو بيكون من فير بي فينير دو زائد المصدر اللي بيعبر عن الماضي الحديث حاجة لسه حصلة دلوقتي أنا لسه واكل رقم 15 يا شباب بيقول يعني صديقك بيسألك برقو لماذا أنت بتحب الريف كسك فو ديت ماذا أنت تقول هتقول لأن يوجد مناظر جميلة رقم 16 انت خائف من الكلب كسك فو ديت ماذا أنت تقول يا للرعب رقم 17 يعني صديقك بيسألك كمو برسكو 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 جسوي ملد لأن أنا مريض رقم 19 يا شباب يعني صديق يعلمك يعني عن اسم صغير الحصان كسك لدي ماذا هو يقول صغير الحصان اسمه إيه يا شباب اسمه بولا فودمون دي أفوت الكاميرا دي انت بتسأل صديقك سوكيل آمون جي ماذا هو كال أو دي جيني في الغداء كسكيل دي ماذا هو يقول في الغداء هيكل أول واحدة سمك كوروز وكتة جاتو كبيرة الكواعدة شباب أرتور جوفين يعني أنا سوف أرسل له رسالة من الأفعال اللي بتاخد غير مباشر مع العقل تمام هنا مفرد يبقى رقم 22 برسول ني نعط لا أحد خرج يبقى رقم 23 الا نعط ان جورني على كامباني الا نعط ان جورني عن هنا واخد مساعد اه مش هاخد مساعد افوار وطالما موقع بوساعد افوار مش هاخد تبعية يبقى الى بس من غير اي تبعية رقم 24 موفولو على نوع سونترفيل سونترفيل بتاخد معها عايز اقول في وسط المدينة او سونترفيل رقم 25 الناعة بلو دون دون ريجيو دو دلتا اي اير بلو دا اللي هو بلفوار يعني تمطر عايز اقول الجو مطر او السماء مطرت في منطقة دلتا بالامس تمام دي عايز اختار جملة في زمن الماضي لانه اسم المفعول بلو تمام هياخد مساعد يا شباب هياخد مساعد افوار يبقى او رقم 26 مؤنس مفرد يبقى لا لا بري دي اتمذكر يا شباب هتاخد لو اللي هي المرأة هتاخد لو رقم 27 توجه نوع ترومبت ترومبت مفرد مؤنس هتاخد لا رقم 28 على كمباني في الريف نو سوم نو تأشفل نو سوم هنا مساعد اتر يبقى ياخد تبعية هياخد تبعية مع نو هتبقى اس يبقى منت لتدر نير الصيف الماضي مع فامي عائلتي مفرد مؤنس هنقول ايه وبعدين ماضي يبقى اي طال اي طال اي طال اي طال وغر استاد انا بروح الاستاد بور لكي بور يعني لكي لو يكون يوم العطلة والنو اتبس على كمباني نحن نقضيه في الريف يبقون لو بس فرم بس مع الغير العقل ياخد مباشر يبقى لو الياكل كان في فناء المزرع كلمة كور يعني فناء وكلمة كور يعني محضرة وكلمة كور يعني ملعب التنس وكلمة كور يعني اللي هو بتجي مع فير الكور يعني يتسوق او فير الكور يعني يعمل سباكات رقم 33 تون في با اوليسي انت مش تروح المدرسة يبقى بوركواء لماذا انت لا تذهب الى المدرسة وبكده الحمد لله شباب نكون حلنا التلاتة متحانات وخلصنا واتمنى ان تكونوا استفدتم ولا تنسون من صلاح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته